ولكن مهم جدا اننا نقف في ظهر الفريق نركز على فكرة ان الفريق عامل السنة دي موسم رائع جدا على جميع المستويات وما نصدرش فكرة الاهل تعادل احنا عندنا ازمة يعني بطل افريقيا بالبطولات اللي كسبها دي كلها هو ان شاء الله بطلة للدور العام في فرق السنة دي كانت بتنافس الاهل في البطلات الافريقية لم تفوز بالدوري في بلدها يعني اللي كان الطرف اللي بيواجه الاهل في نهاية فرق وداد دوري الابطال وخسر الدوري المغربي تراج التنسي كان بينافس الاهل وكان منافس للأهل في الدور نصف النهائي خسر دوري الابطال وخرج من الدور النصف النهائي وخسر الدوري التنسي بطل الدوري التنسي هو النجم الساحل التنسي بطل الدوري المغربي الجيش الملكي المنافس اللي كان مع الاهل في دوري التمانية الرجاء الرياضي المغربي خسر دور الأبطال وخرج على يد الأهلي وكمان بنسبة كبيرة ممكن ما يتأهلش للمسابقات الإفريقية الموسم المقبل في حال خروج الرجاء من الدور نصف النهائي في كاس العرش فانت السنادي الأهلي على المستوى المحلي والإفريق بيقدم موسم استثنائي ما فيش فريق فاز بالبطولة الإفريقية والبطولة المحلية إلا النادي الأهلي قدر يجمع كل البطولات السنادي عمل سلاسية بنتكلم في الكاس والسوبر وإن شاء الله الدوري كمان هو السنادي فانت بتتكلم في نتائج كلها مميزة ربنا يكرم إن شاء الله الفترة الجاية وتكون يعني فترة جيدة عشان نبدأ نستعد للموسم الجديد وأنا بأكد لكم من دلوقتي وعايزين تخدوها عنوان خدوها على مسؤولية الشخصية بداية الأهلي للموسم اللي جاي بنسبة تتخطى أكتر من 70-80% هتكون الدور العام ليس هناك أي مصابقة إفريقية أو أي مباراة إفريقية للأهلي الفترة اللي جاي السوبر الإفريقي في 8 بنسبة كبيرة هيتأجل دور الأبطال الأهلي مش هيبدأ منافسات دور الأبطال إلا من شهر ديسمبر مع انطلاق مباريات دور المجموعات دور السوبر الإفريقي لسه في أواخر شهر أكتوبر في أول مباراة محلية أو أول مباراة للأهلي الموسم اللي جاي هتبقى الدور العام إذا انطلق في الأسبوع الأخير من شهر 9 أو كأس النخبة اللي هو كأس السوبر المجمع اللي ممكن يتلاقى في الإمارات في أول أسبوع من شهر 10 ففرصة كويسة جداً عندك شهر 8 بالكامل ممكن يبقى جازة ممكن نص شهر 7 يبقى جازة للتشكيلة الأساسية والعناصر الأساسية وعندك كمان أول أسبوعين من 9 فأنت بتتكلم في فترة شهر ونص شهرين ممكن تجزي فيها راحة سلبية 3 أسابيع وتعمل فترة إعداد جديدة عشان تخوض الموسم القادم بتحديات صعبة جداً وعتب أنت الفريق الوحيد اللي داخل المسابقات الإفريقية بإعداد علمي وبدني وفني ممتاز عكس كل الفرق الوداد مشغول بالبطولة العربية ولسه بيلعب عنده مباراة كأس العرش ترجي التونسي عنده البطولة العربية هيطلقه من البطولة العربية على الدور المحل وعلى البطولة الإفريقية وعلى دور السوبر الإفريقي ولكن الفريق الوحيد اللي هيبقى عنده مساحة أنه ياخد أجازة أو يحصل على أجازة بشكل مناسب هو الأهلي وده القرار اللي كان خاده مجلس دارة الأهلي منذ فترة والنهاردة هنبدأ نشوف تبعات هذا القرار ونتائجه الإيجابية لما نبص على نهاية الموسم والاستعداد للموسم الجديد في ظل التعديلات اللي تطرق على الأجندة خلال الفترة اللي جاي